بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود رسالة شفوية لأمير الكويت الشخص صباح الأحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات في المنطقة نقل الرسالة المستشار بالدوال الملكي الأمير التركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز خلال استقبال أمير الكويت له بقصر السيف